بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي وما زالت المسيرة المنورة بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسك بأيدينا ويفتح لنا عالم الأنوار عالم أسرار سرته المباركة ويعلمنا من الدروس اللي نعرف فيها إن الإنسان يقدر يعيش بالنور في حياته دي مهما تغيرت الأحوال ومهما كان فيه صعوبات وشدائد لكن نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يخترق كل هذه الجدر عشان النور بتاعه يوصل لنا ونتبرك به ونعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة عن نحكي من سيرة حضرة النبي مشهد مهم جدا من مشاهد السيرة وموقف مهم جدا من مواقف السيرة الموقف ده بيقول إن بعد قدوم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد خمس تشهر حضرة النبي ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار وبالمناسبة هناك أهل السير بيقولوا إن فيه كانت مؤاختين مؤاخة ما بين المهاجرين ثم مؤاخة ما بين المهاجرين والأنصار وكانوا تسعين رجل من كل طائفة خمسة واربعين وتم داو المسجد بيتبني وعشان كده احنا جبنا حدث المؤاخة بعد ما تكلمنا عن بناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخة ما بين المهاجرين والأنصار وقيل إن المؤاخة كانت في الفترة دي لدرجة أن المهاجرين كانوا ممكن يورسوا الأنصار والأنصار يورسوا المهاجرين لغاية ما نزل قوله تعالى وقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فخلاص بقى كل واحد فيهم لا يارث التاني وحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخوا في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيد سيدنا عليه والعلي دوت اللي خلنا قلنا زي ما قالوا أصحاب السير إن كانت فيه مؤاخة ما بين المهاجرين دي بقى الكلام عن مؤاخات المهاجرين مع بعضهم ورفع صلى الله عليه وسلم يد سيدنا عليه ابن أبي طالب فقال هذا أخي فقال السير بيقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المؤاخة ما بين سيد مرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد وعليه ابن أبي طالب أخوين خلاص دولة كانوا أخوين ما بين الصحابة ولما نجمع النصوص بتقول إن المؤاخة زي ما قلنا كانت مرتين زي من بن النص على ذلك سيدنا الإمام بن عبد البر وغيره الأولى كانت ما بين المهاجرين بعضهم لبعض قبل الهجرة على الحق والموساة فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة المرة التانية بقى اللي قاله سيدنا أنس بن مالك إن حلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار وجعل بينهم حلفا في دارنا يعني جاء آخى بينهم وحلفوا على ذلك وبلغ من كرم الأنصار للمهاجرين إن قال المهاجرين يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن موسى في قليل ولا أحسن بذلا في كثير كفونا مؤنة واشركون في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كل بيقول له ده كده أخذوا الأجر كله يعني إحنا هيفضلنا إيه؟ الأنصار عملوا كل حاجة فإحنا هيفضلنا من الأجر إيه؟ فقال لا ما أسنيتم عليهم ودعوتم لهم وهنا بقى نقف هنا حاجة مهمة جدا 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 وهنا بسمي ما يسمى بالامتنان الاجتماعي إيه اللي حصل؟ اللقطة الأخيرة نرجع للكلام تاني هما المواجدين قالوا لرسول الله ده ذهبوا بالأجر كله يا رسول الله ذهبوا بالأجر كله عملوا وعملوا كل حاجة ده أشركون في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله فرسول الله صلم قال لا ما أسنيتم عليهم ودعوتم لهم حاجة مهمة جدا جدا بنتكلم فيها في صيانة العلاقات إحنا كلنا بنشتكي دلوقتي إن الناس عايشين في حياتهم مدلة خلينا نتكلم في الموضوع ده النهاردة كل الناس بتعيش ويحسن إن ده هراه مكشوف ما فيش حد واقف وراها ما فيش حد بيساندها حاسين إن هم لوحدهم ده بسبب إن احنا مش فاهمين إن المؤاخاة ما كانتش ما بين المهاجرين والعنصار بس ده بين كل المسلمين ما بين كل المجتمع وكونوا عباد الله إخوانا يبقى إذن لازم نعيش مسألة الأخوة الأخوة معناها إن في حد يحس إن أنا وكأني شريكه في حياته وكأني أنا شريكه في الزائد عن حكته وكأني أنا شريكه في الاهتمام ده يعني إن المجتمع ما ينفعش إن فيه واحد عنده جهد ولا عنده معنى يبخل بيه على المجتمع فيه حاجة اسمه البخل المجتمعي البخل المجتمعي اللي بيعملوا ناس كتيرة وإحنا بنحاول نعلم أولادنا في الجامعات إن جزء من حياتهم هو النشاط الاجتماعي عشان ما يبقاش فيه بخل مجتمعي إحنا بنعاني في أوقات كتيرة بالبخل المجتمعي بنشوف ناس موجوعين وناس تعبنين وناس مكسورين للخاطر وما نمدش إلينا نساعدهم حضرت النبي بيقول إن المؤاخة المجتمعية ركن أساسي من أركان الحياة ولذلك لما راح وأسس الحياة الممتدة الحياة اللي هتفضل والحياة اللي هتوصل لنا حياة المدينة حضرت النبي رح حاطت على طول حضرت النبي ما ننتظرش بعد خمس ستوشه رح مأسس مأسس تصور جديد عن المدينة وهي تصور المؤاخة وإحنا بنبني حضرة جديدة وإحنا بنبني حياة جديدة إحنا محتاجين المؤاخة فيها هذه المؤاخة هي اللي كانت بتحصن المجتمع عندنا من أي حد يتلاعب بنا ويقول لنا أنتو مش موجوعين لأن انتو ما عندكمش أخوة تعال عمل لكم جماعة وعمل لكم أخوة المجتمع لما كانت الأخوة بيعيشها وبيدوق حلوتها ما كانش أي حد ممكن ييجي يتلاعب أو يستغل احتياجنا أن إحنا يبقى عندنا سند أو عندنا صاحب أو عندنا انتماء أنه هو يستغل لده أسوأ استغلال الأخوة يا سيدي تحسس الإنسان أنه هو قوي قوي ليه؟ لأنه حاسس أنه هو له من يحس بألامه بأوجاعه ويريد أن يخفف عنه ولكن زي ما في حد عيد عم حد الضرع التاني بتاع الأخوة المجتمعية والإخاء المجتمعي ضرع مهمة قوي قوي اسمه الامتنان المجتمع الناس اللي بيعملوا خير لازم آه هم بيعملوا خير لله بس لازم المجتمع يمتن لهم وده اللي بيخلينا نكافئ ناس كتير على أن هم عملوا أعمال مجتمعية ومحدش يقول إحنا بنكافئهم ليه؟ ما عملوا كده لله لا ده أمر ضروري وعشان كده زي ما بنقول للناس ادعموا الناس المحتاجين والناس الموجوعين والناس الشأنين ادعموهم بالأخوة المجتمعية لازم كمان الناس اللي حصل لهم الدعم بل والمجتمع كله يمتن لهؤلاء الذين قاموا بهذا بهذا الدعم طب نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه لأن في الحقيقة إحنا عندنا زيادة أنا دايما أسميها كده زيادة في نسبة التوحش المجتمع التوحش المجتمع في ناس كتيرا في وسطنا حاسين بالوحشة ولذلك أنا بقول إذا كان العمل بيقاس بمقدار ما فيه من مشقة كمان العمل بيقاس بمقدار ما يسد من حاجة الناس يعني كل ما تسد حاجة الناس وإن زيادة سيدنا عثمان بقى في هذه المرتبة العالية لإيه؟ لأنه جهز جيش العسرة الناس محتاجين فجهز جيش العسرة فأصبح سيدنا عثمان زال نورين وأصبح سيدنا عثمان تستحي منه الملائكة وأصبح سيدنا عثمان من المبشرين بالجنة عايز تبشر بالجنة؟ اعمل بمبدأ الأخوة المجتمعية مع كل الناس زي ما حضرت النبي علمنا أن نسلم على من لا نعرف ومن لا نعرف يجب أن احنا نآخي ونساند من لا يعرف من نعرف ومن لا نعرف هو ده ما بدأ الأخوة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم يعني خلوا الدنيا سلام والمؤخرة كان المقصود بها أنها تكون كل المجتمع مجتمع سلمي وأمان حاولوا تنشروا طول الوقت مسألة الأخوة المجتمعية بالامتنان وبالعمل اللي ممكن يوصلنا أن احنا نحس أن احنا في أي وقت من الأوقات احنا نلاقي حد يساعدنا ما ينفعش أن نبقى في البيت الواحد والجيران ما تعرفش بعضها والجيران ما بتساعدش بعضها والجيران ما بتقفش مع بعضها ده مخالف لسيرة حضرة النبي وسنة حضرة النبي وأول حاجة لابد أن احنا نعمل مبادرة أقول لكم حاجة احنا كنا في رمضان بالذات عندنا بعض الأشياء بنعملها في البيوت كانت جزء من الأخوة المجتمعية مش أن انت تاكل وجارك يأكل فبقى عندنا فيها حاجة اسمها الطبق الدوار وخاصة في رمضان الطبق اللي بيخرج فيه طعام يروح ليه جيرانك كأنك أنت عايز تقوله أنا مش هيهنالي أكل غير لما تاكل زي من نفس الأكل اللي أنا بأكل فتعالوا نرجع تاني نبتدي بحاجة تاني جديدة تعالوا نبتدي في شهر رمضان نعمل سنة جديدة سنة تتعلق بالمؤاخة المجتمعية ما بيننا وبين الجيران إن احنا نعمل إيه إن احنا نعمل مع بعض اتفاق على إن احنا نعمل أطعمة مختلفة ونوزع على الفقراء والمساكين نعمل كده وكأننا نجتمع معا ونعمل مبادرة إن احنا نطعم نطعم الناس اللي حوالينا في المكان أو نطعم مكاننا احنا نعرفه فنجمع من بعض ونطعم ويبقى داوة النشاط المجتمعي يبقى احنا صحيح ممكن ما نكونش محتاجين احنا فيما بيننا إن حد يطعم حد فينا لكن احنا محتاجين إن احنا نجتمع على عمل الخير ويحصل لنا إحساس بإن احنا إخوان الناس اللي هم حوالينا ده كمان ممكن نعمل كمان في رمضان وحاجة مهمة جدا في رمضان إن الناس جيراننا اللي احنا حاسين إن هم محتاجين حاجة كذلك نتعمهم أنا ليه ببتدي بالجيران؟ إن الجيران ده تأول مكون ممكن يحصل مما بينه التأخي فتعالوا نعمل تكافل مجتمعي في أول حاجة في البيت اللي أنا فيه في العمارة اللي أنا فيها وإذا ما كانش ده تعالوا نعمل تكافل مجتمعي في عائلتي وتعالوا نكتر تعاوى تعاوى ومبادرات إن احنا نسد حاجة الناس اللي حوالينا في الدوائر القريبة مننا لو كل واحد حاول يعمل كده ويسد حاجة الناس اللي في الدائرة القريبة منه المجتمع هيتعافى والمجتمع هتبتدي الحب يدب في روحه مرة تاني الحاجة التالتة كمان اللي احنا عايزين نعمل حاجة ان احنا عايزين نعمل زي ما نشوف عمل لما نشوف اي حد بيعمل عمل صالح تعالوا نتفق ان اي حد يشوف عمل صالح ويعرف صاحبه يبعتله ويشكره لو هو حد عمل عمل صالح وهو معاه ويقدر يتصل بيه في التليفون او يبعت له رسالة لو سمحت يبعت له رسالة وامتني ليه قوله انا شاكر لحضرتك انت ممكن تشوف ان انا الخير اللي انت عملته ده ما يوصل ليش بس هو في الحقيقة لا لان ساعة من انت فعلت هذا الخير انت خليت المجتمع يبقى احلى واحسن واجمل وخليت المجتمع كمان يبقى قريب من بعضه انا ممتني ليك انا شاكر لك اللي انت عملت ده وتحسسوا بان فيه حد بساعتها يبقى يرجع الكلمة تانية الحلوة احنا عايزين نرجع نتأخذ وتأخذ مجتمعي عشان ترجع الكلمة الطيبة ان الدنيا لسه بخير عارفين جودة المجتمع يا ايه ان اكتر الناس يقولوا ان الدنيا لسه بخير ساعة ما الناس هيقولوا العبارة دي يبقى احنا امنا بواجب الاخوة المجتمعية يبقى احنا اتفقنا نعمل مبادرة ان احنا في العمارة الوحدة او في البيت الواحد نجتمع ونعمل مبادرة لسد حاجة الناس الامر الثاني احنا كمان نساعد اي حد موجود معانا في محيط المنزل بتاعنا في محيط العائلة حاجة التالتة امتنوا واشكروا الناس اللي بتقدم الخير والمساعدة للناس لان ده هيخلي الخير يبارك فيه ويتسع انا ما شفتش حاجة تسعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ان انت تمتن الحد فعل خير يا رب اجعلنا ممن يحفظون للناس خيرهم واجعلنا ممن يتنورون عندما يرون الخير يجري في المجتمع واجعلنا يا رب متآلفين مجتمعين ببركة انوار سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يا رب اجعلنا في خير التآخي واجعلنا دايما في حصنك واجعلنا دايما في محل نظرك لانك تحب ان تنظر الينا ونحن مجتمعين على الخير فاكرمنا بذلك يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي عشان نجاوب على اسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها كل مشاركاتكم وبنسعد بيها وكمان تعليقاتكم تضيف لنا كتير جدا جدا اول سؤال عندنا بس قبل اول سؤال معلشي انا شخصيا على مستوى على مستوى الشخصي وكمان من هنا من من القناة الاولى احنا بنعز كل اسر الضحايا في حادث في حادث اسوان ونسأل الله سبحانه تعالى ان هو يجعلهم ان شاء الله في رحمته ويجعلهم في واسع كرمه وودي وكأن الحادثة النهاردة بتخلينا نتكلم على مجاله هو من مجالات التأخي ومجال التقارب ومجالة دعم المجتمعي فنسأل الله سبحانه تعالى ان للمصابين ان يعجل لهم الله سبحانه تعالى بالشفاء وكمان نعز كل اسر الذين انتقلوا الى رحمة الله سبحانه تعالى فيا رب احفظهم يا ربنا احفظ اخوانا المصابين واتقبل يا ربنا من انتقلوا شهداء بالثواب يا رب العالمين معانا السيدة مؤسلام حاجة مؤسلام معلش تحاول تكلمنا تاني استاذة فاطمة استاذة فاطمة معانا تحاول تكلمنا تاني يبقى اذا اللي احنا فيه دوات باب من ابواب زي ما قلنا باب من ابواب المؤاخى اللي احنا محتاجين يبقى نقوي سرعة اسعاف المسلمين لبعضهم في الوقت ده اسعاف الاسعاف المجتمعي احد اهم عناصر التأخي المجتمعي الاسعاف الاسعاف معنى مش ان انا اطلب سرعة الاسعاف لكن ان انا اطلب ان انا اسع في الناس بحاجته لان بيبقى في الوقت دوات الديئة بتفرق الثانية بتفرق فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من القائمين بواجب المؤاخى المجتمعية يا رب العالمين معانا مين معانا مين مستاذة مجدى اتفضلي ايه وسلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس ازل حضرتك لو انا معايا قال من الثمانين الف بس ليهم سنة طيب هاي يطلع عليهم زكاة لا لازم يبقوا خمسة وتأمينين جرام دهب ويمر عليه حول لكن الواحد لا عايز يتصدق اهلا وسهلا الصدقات بتدفع غضب الرب والصدقة كمان بتقبرك والصدقة كمان سعة وما نقص ماله من صدقة بل زاد بل المال يزيد بالصدقات لكن الزكاة اللي الانسان لو ما دفعاش يكون آثم لا مش على الانسان اذا المال ما بلغش ما بلغش خمسة وتمانين جرام دهب يعني اذا ما بلغش النصاب معانا الاستاذ احمد من اليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك الأستاذ الدكتور العالم الجليل أعلى مسام بحضرتك أستاذ الدكتور عمر الولداني الله يرضى عنكم ورق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد لحضرتكم وفريق العمل يا رب ان شاء الله مع حضرتكم أحمد عروج من قد بشبر الخيمة أعلى مسام بحضرتك شكرا جزيلا من أحد معدل السيارات على انها زيره زي ما بيقوله لم تستخدم بعض طيب وبرمنا العقد بيني وبين صاحب المعرض واستلامت سيارتي ومجرد ان انا عدت الى المنزل أطلعت عليها أطلعت عليها أحد الخبراء بهذا المجال فأبلغني بالنص كده انها مستخدمة وفيها عيوب طبعا حضرتك العقد فيه شكت جزائي فأردت أن أعيد السيارة وأخذ مبلغي طيب تم سداد تمانها كاملا طيب فين السؤال بقى بتسأل حضرتك على الشرط الجزائي ولا بتسأل ايه التصرف عايزة أسأل حضرتك بس ايه حكم الشرع في صاحب المعرض مش عايزة تجعل السيارة مش عايزة ديني فلوسي طبعا صاحب السيارة مش من حقه مش من حقه انه ما رجعش السيارة اذا جعت على خلاف المواصفات اللي اتفقت عليها لان المسلمون عند شروطهم والله سبحانه الله امر الناس ان يوفوا بالعقود فهو واجب عليه انه يوفي بالعقد انه يأخذ هذه السيارة ويأتيك بسيارة مطابقة للأوصاف دي اقل شيء انه يأخذ هذه السيارة ويأتيك بسيارة مطابقة للأوصاف اللي هي فيها اما انه لو عوى عايزك تستمر وتأخذ هذه السيارة لازم يدفع تمن الفرق اللي كان ما بين ده وده او انك انت تسمحه فاذا انت ما سمحتوش وطلبت بحقك ليس من حقه ان يفعل هذا واذا هو اصر على ده وهو عارف ان العيوب دي موجودة واصر على ده وفعلا ان العيوب دي كانت موجودة سواء اللي قضى بذلك القاضي او شيء من هذا القبيل وهو اصر على ده فهو ده من اكل اموال الناس بالباطر فلذلك اذا انسان باع سلعة بيمينه ثم جاءت على خلاف ذلك فهو ولعاذ بالله شخص يأكل اموال الناس بالباطل وهذه الاموال تنزل في جوفه نارا وتكون عليه نارا يوم القيامة فلذلك يتق الله سبحانه وتعالى هو باع سلعة على خلاف المواصفات فهو قد خان وغدر فلذلك عليه انه يتق الله سبحانه وتعالى معانا ام اسلام سيدة ام اسلام من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام عليكاتو تفضلي حضرتك ازاي فضلتك يا شيخنا عملي نعم وفضل الحمد لله معليش يا شيخنا لو تمحت انا كان عندي حتة تبعتها وحطتها شهادة في البنك عشان ما نصرفهاش هل الشهادة دي حرام ولا حلال والقيمة بتاعته هو ده سؤالين والقيمة بتاعته الشهادة دي هل ينفع طلع الفواد اللي بتطلع منها اطلع منها الزكة ده سؤال طيب والسؤال الثاني الابناء المتجوزين بيجوز عليهم الزكة لو ظروفهم المادية لا مش مش متيسرة ولا ما ينفعش من احنا نطلع لهم جزء من الزكة هجاوبك بس قبل ما قبل ما حضرتك تقفلي او حازا كده لو سمحت بعد اذن حضرتك بلاش حكاية الفوايد دي ما سمعاش فوايد اداع المال في شكل شهادة او وديعة الريع اللي بييجي فيها ده اسم ريع مش فايدة لان انتي انت رح تسلفت البنك لا 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 انا حطيت شهادة عملت شهادة قال الشهادة دي معناها قال الشهادة دي معناها ان انتي سلفت البنك لا انتي رح تعشان تحط المال في البنك عشان تعمل ايه تستسمرين فما لوش علاقة خالص بالسلف ولا علاقة بالقرض خالص فلذلك المال اللي بيجيلك من الشهادة ده ده مال حلال وما فيه والريع بتاعه ما اسموش فايدة الريع بتاعه اسمه عائد او اسمه ريع طيب وانت بتقولي بقى هل ينفع اننا طلع من الريع بتاعه الزكاء طبعا ينفع لانه ده مال حلال يعني هذا مال مكتسب بطريقة شرعية هو حلال فيجوز الانسان يتملكه ويفعل فيه ما يشاء فما تسمعيش كلام اي حد يقول لك كلام خلاف ذلك لانهو في الحقيقة هذا الكلام يفسد على الناس اموالهم ويضيع اموال الناس ويجعل اموال الناس مهلكة ولذلك اللي زي ما قلت لحضرتك اداعك المال في البنك في شكل شهادة ده حلال والريع اللي بيجي من هذه الشهادة يجوز ان انت تدفع منه الزكاة سواء لهذا المال او لغيره من الاموال معانا السيدة مدسوئي تتفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باك يا ضرور الحمد لله بخير كل عام الحمد لله فضل ونعمة تفضلي لو سمحت اذن اتفأل واحد تفضلي زكاة الزهب اللي هو الزينة زكاة الزهب الزينة اللي الناس بيلبسوه الستات بيلبسوه في يديهم طيب عارف حضرتك لو ان شاء الله ربنا يباركلك فيه ولو لبس اتنين كيلو دهب ما يطلعش عليهم زكاة اذا كنتي لابس اتنين كيلو دهب برضو مش هطلع عليهم زكاة ليه يبقى ايه اللي هيحصل يبقى انتي مش هينفع يعني خلاص انتي ما تطلعيه الزكاة لان ده اسمه مال القنية زي البيت اللي سكنين فيه زي العربير اللي ركبنا كل ده ما بيطلعش عليه زكاة لان ده من مال القنية فده مش مال معلوه الزكاة اللي هو حليل المرأة اللي هي بتلبسه وهل بقى الزكاة في السؤال السابع هل الزكاة ينفع اني انا اطلعه على الاولاد المحتاجين لا لا للفروع ولا للأصول الا زكانه هم عندهم ديون فنحن بناخد ماذا باستاذ مجيز اني انا يجوز ان زكانه هو من الغارمين اللي عليه دين ومش قادر يسدده اه ينفع يسدد له دينه لكن ما اددلوش الزكاة من سهم الفقراء والمساكين فاصل ونعود لنكمل معكم اسئلاتكم المباركة ورجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلاتكم المباركة ومعانا الاستاذ جمال استاذ جمال اهلا وسهلا تفضل يا استاذ جمال تصلت لحضرتك طلبت من حضرتك قلت لك يعني فيه مين طلق وكده قلت لك معاشر المساكين قال يجوز يدفع عليهم فلوس بدل الاطعام اه ينفع تدفع فلوس بدل الاطعام بس اديهم لحد وهو هيأكل بيهم فيجوز ان شاء الله اقل حاجة عشرة جنيه للواحد طيب يا سيدي تفضل يا سيدي معانا الاستاذ مجدي ازاك يا فاضلت الشيخ الحمد لله والعام حضرتك طيب والله العظيم انا معجب بالبرنامج بتاعك ولازم اشهد البرنامج بتاعك على طول باستمرار ربنا يا عزك ان حضرتك بتبقى ظهر قدام على الشاشة وجه حضرتك سامح بصراحة بحب اتفرج على شوف حضرتك في الالفلة بتاعك ربنا يا عزك وبارك فيجي حاجة مجد بعد اسم فاضلتك انا كان عندي اخ مريض قعد عندي ايجي 14 سنة مريض تعبان اصغر مني سنا فانا كنت بعول وهو تعبان فجيه في اواخر ايام وانا لقيت نفس ان انا كنت بتضايق كده من يعني من التعب اللي هو فيه وكده ما كانش بيطعني في النظافة والحاجات وكده اه فجيت في يوم من الايام ما ديت عيدة عليه اكتر من مرة هو كان من اصحاب الاحتياجات الخاصة قال ليه لا هو كان راجل كبير فطبعا جاله دمور في الالظام والمخ كده وتعب ففضل قعد عندي ضريح الفراش فترة جامدة وانا كنت بجرع على معاش وبجرع على حاجات وانا كنت يجعل لك السواب العظيم يا رب والمهم ما حظرتك انا صعبان علي ان انا كنت بمدي يدي عليه وزعلان على شلقات انا يعني هو ما كانش بيسمع كلام يعني في الحاجات زي كده فانا كنت بحب ان هو يبقى نظيف وكويس وتمام التمام علشان لمواغذ يعني لو قابل وجه كريم ان هو يبقى نظيف يبقى على طهر طب ايه رايج ايه رايج حاجة مجد دلوقتي تقول ورايا تبتو الى الله تبتو الى الله واشهدك يا رب واشهدك يا رب انني ما قصدت بذلك الا وجهك الكريم انني ما قصدت بذلك الا وجهك الكريم ما تفكرش بقى في الموضوع ده وحاول بقى تفكر في حاجة تانية بس هي فيه بعد اذن نفضلتك حاجة واحدة بس فضل بعد اذنك هو يوم ما جيه يتوفى يوم اتنين اربعة عشرين عشرين طيب فجي تلقيته يعني الساعة الخامسة صباحا وانا نايم وجيت لقيته بيندع علي بصوت عالي مدي مدي فقمت بقول له بس يا ابنك فيه الناس نايمة بصيت لقيته قال لي فريد لرجلي بتقتني لرجلي فجيت بتنيله رجلي حضرتك بصيت لقيته الروح طلعت لخلقها هل هو دلوقتي كده لما ندع علي وكان نايم زعلان مني من بالليل هل هو دلوقتي كده هو زعلان مني لا يا سيدي معشان كده انا قلتلك ليه قلتلك الكلمتين اللي احنا قلناهم دولة عشان نوقف بقى الوسواس ده بقى عشان الوسواس دوت ولا عازه بالله وسواس هيهلكك وخليك لا تسق في رحمة ربنا تيجي تقول لربنا يعني بعد ما عملت ده كله عشان عملت غلطتين كده ولا عملت حاجة ولا انا مصبرت الشوية يضيع ثوابي لا يا سيدي ثوابك محفوظ عند الله سبحانه وتعالى ومن فضل ربنا ان الحسنات يزيبن السيئات مش ان السيئات يزيبن الحسنات كريم ربنا سبحانه وتعالى انا ما رأينا اكرم من مولانا سبحانه وتعالى ما بيخليش السيئات تضيع الحسنات بس بيعمل ايه بيخلي الحسنات تزيب السيئات ان الحسنات يزيبن السيئات فابشر ان شاء الله حسناتك اللي انت عملتها اخوك الكريم ربنا يجعله في فسيح الجنات دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تزيب كل ده وانت ما كنتش بتعمل حاجة غير انك انت بتحسن إليه والحاجات دي تبنى إلى الله سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا يجعل ده مغموس ومغمور في فضله وكرمه على ان انت احسنت إليه استاذة هدى من القاهرة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله الحمد لله انا جزء متوفي بقى الاربع سنين الله يرحم ومعي ثلاث صبيان وبنت وقاعدين في عمارة واحدة عندي ابن الوسطاني فضلت الشيخ مبهديني يعني انتوا كأنكم في بيت عيلة بس اوه مش بيت عيلة انتوا ساكنين كلكم في مكان واحد لا بيتنا بيتنا من الخينة يعني انتوا ساكنين مع بعض كلكم ايوة اه ولادي الثلاثة متجوزين وانا وبنتي عايشين في الشقة طيب ابن الوسطاني ما بيسألش عدنا في اي مصاريف مبهدين يا فضلت الشيخ اه بيطلع وينزل عليها كلمة سلامه عليكو حتى ما يقولها ليش اه جي رمضان ننشع ليه حتى يقول لي كل سنة وانت طيبة يا امي طيب يا حاجة هدي بالك بس اهو بيتعطى حاجة لا طيب وربنا مبتليه لجليل اتنين بيغين مم وقاعد في البيت غير ما ولاده مش كويسين ومنع ولاده ينزلوا عندي ويخشوا شقتي ولا يتكلموني خليني اقولك حاجة حاجة هدى بصدر لو كنت خلصت السؤالك انت خلصت السؤالك ولا لسه لا انا بينزل ويطلع علي وما بيكلمنيش وانا ما بكلموش انا خايفة ان ربنا يحاسبني اقولك انا حاجة بقى انت قلبك حنين وانت الام فكلميه عارفة ليه انا اقولك حاجة شويتين تلاتة في بعض الناس ما بيقدروش يتحملوا بلاء ربنا ما بيقدروش ما عندهمش مناعة نفسية مناعة نورانية فجواهم ما بيقدرش يتحمل انت بتقولوا لجليل اتنين فهو مش قادر يتحمل ده فيبقى عنده حالة من حالات عدم الرضا عنده حالة من حالات كده الوجع الداخلي اللي بتخليه ما يقدرش يبقى انسان متزم يتعامل مع الناس بلطف و بجمال انا نصحت لكي ان انت استمري في رعايتك ليه واستمري في حنيتك عليه ان شاء الله ربنا يكتب لك الثواب الحسن وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه ووصلها هو بيقطع انت وصلي الام كده احنا تعودنا ان الام كده الام هي سدر واسع بتحمل كل ده ام اللي هو ربنا وصانا بالاحسان اليها ليه وجعل برها مقرونا بتوحيده عشان كده تعالوا دايما نحسن لامهاتنا والامهات تستمر في عطفاء وحنانا ربنا يبركلك حاجة هدى وان شاء الله طيب خطره عليك وان شاء الله يتغير لان هو محتاج ان هو يراجع نفسه شويتين تلاتة ان اللي بيعمله ده مش هيخليه ياخد حقه اللي هو حاسس انه وضع ده بيزود ألمه ووجعه يا رب طيب خطره يا رب العالمين ويا رب جبر خاطر الست هدى يا رب العالمين وتعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى عشان يفتح علينا ويبرك لنا ويجعلنا في سعة ويجعلنا دايما بعيد عن مخاوفنا انتوا شايفين المخاوف بتعمل ايه من الناس ففي دعاء مجرب في نفي كل كرب ونفي كل مخاوف عننا تعالوا نقول لمولانا يا سيدي ويا من أنت أقرب إلي مني ومن كل مخاوفي أمني وبمددك على السير في طريق حبك أعني وبلطفك من كل أوحال خسرني ووسع مشهدي حتى أراك على الدوام سندي ومددي وأنك لغيرك لا تكني نعيد هذا الدعاء مرة تانية ويريت لما حد يكون مارر بأي كآب أو ضيق أو حزن أو خوف يولي الدعاء دوات يا سيدي ويا من أنت أقرب إلي مني ومن كل مخاوفك أمني وبمددك على السير في طريق حبك أعني وبلطفك من كل أوحال خسرني ووسع مشهدي حتى أراك على الدوام سندي ومددي وأنك لغيرك لا تكني يا رب ببركات حضرة النبي إن إحنا الآن بنذوق شهد أنوار سيرته بارك لنا واستجيب لدعاءنا يا رب العالمين ونفضل في إيد حضرة النبي ونقول له وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي بارك لنا يا ربنا في أعمرنا وفي حياتنا وفي أرزقنا واستعى علينا ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أرزقنا وأعنا واحفظنا يا كريم يا أكرمين